لأن الصدق نوعين مطابقة القول للفعل وأشهرها أنا هنا مثلاً وأحب يقول أنا في المكان ده هو مش في المكان ده فكلامه لا يطابق فعله أو مطابقة القول للنية إن واحد يقول أنا أقصد ولا ما أقصدش ويكون كلامه مطابق لحقيقة نيته الكذب في العلاقات عامل زي رمال المتحركة بياخدك الكذاب معه يغرأك والصدق أرض صلبة تقدر تبني عليها علاقة تكبر عشان كده الفضايل بن عياض يقول ليست مضغة أحب إلى الله من لسان صدوق وليست مضغة أبغض إلى الله من لسان كذوب